تبدو الخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي اليوم محاولة للحد من الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية لكن الوقائع على الأرض تقول أن زيادة كمية المبيعات النقدية من الدولار قد لا تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف في الأسواق المحلية بسبب عدم وجود رقابة حكومية حقيقية على السوق العراقي وكذلك عمل المصارف الأهلية التي تتلاعب بالأسعار من دون أي رقابة أو محاسبة وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار محليا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية ما أثقل كهل الطبقات الفقيرة السوق العراقي يشهد منذ أيام إرباكا كبيرا بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وهو ما يتطلب تدخل حكوميا للسيطرة على الوضع وبخلاف ذلك فإن الشارع العراقي سوف ينفجر من جديد بوجه كل الطبق السياسية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة ومن المتوقع أن تستضيف اللجنة المالية البرلمانية خلال الأيام المقبلة الجهات المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار فوق المبلغ المقرر في موازنات سنة 2021 يشار إلى أن بيانات وزارة التخطيط أكدت ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27% بسبب الزيادة في ارتفاع الأسعار على خلفية رفع سعر الصرف من 1200 دينار إلى 1450 لكل دولار اشتركوا في القناة